موسيقى أهلا بكم لماذا تتعالى الأصوات سواء من الحكومة أو الميليشيات في هذا التوقيت لاقتحام قضاء الطارمية أحد أقضية حزام بغداد ولما حملة التحريض الطائفي ضد الطارمية بعد مقتل آمر اللواء التاسع والخمسين العميد علي الخزرج ولماذا يتخم سكان الطارمية بالإرهاب بالكامل لتتزايد في هذه الأيام الدعوات لتحويل هذا القضاء إلى منطقة منزوعة السكان وما دلالات تحضير البعض من المدونين والشخصيات المحسوبة على الأحزاب المدعومة من إيران أيضا من خطورة مناطق جغرافية كالطارمية وجرف الصخر بحجة وجود حاضنة اجتماعية للإرهاب بحسب وصفه في حين يرى ناشطون أن الميليشيات هي من تقف وراء مقتل الخزرج لاختلاق ذريعة لفرض السيطرة على الطارمية وتنفيذ عملية إفراغه من سكانه الأصليين كما في جرف الصخر من قبل في إطار مشروع التغيير الديمغرافي خدمة لمصلحة إيران في المنطقة نضع تحت الضوء مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الأسباب الحقيقية وراء التحشيدات لاجتياح قضاء الطارمية وتدميره وإفراغ سكانه منه على غرار ما حصل في جرف الصخر وتدعيات استهداف أهالي قضاء الطارمية وتهجيرهم من مناطقهم ليكونوا عرضة للنزوح والقتل والاعتقال نشاهد في البداية هذا التقليل كلما حاولت مناطق حزام بغداد تكفكف دمعها مما أصبها من عبث العابثين وتسلط القوات الأمنية عليها أو قدت الميليشيات نار الحرب فيها مرة أخرى فلتكاد تلك المناطق لا سيما قضاء الطارمية أن تنعم بالأمان أو تفكر بالاستقرار فبعد الحصار والمداهمات والاعتقالات التي طالت مدينة الطارمية من قبل أكد مسؤولون عراقيون محليون في المدينة أن حملة اعتقالات عشوائية جديدة نفذتها قوات من الجيش وفصائل مسلحة في مناطق كانت تلك القوات نفسها قد أعلنت تأمينها وتدقيق سكانها أمنيا قبل أيام قليلة تأتي هذه الحملة بعد الهجوم المسلح الذي قتل فيه العميد علي حميد الخزرجي أمر اللواء التاسع والخمسين هذا الحادث سبقته حزمة من البيانات والتصريحات التحريضية ضد المدينة ما يجعل أصابع الاتهام تشير إلى تورط الميليشيات في هذه العملية وللساق تهم الإرهاب بأهالي الطارمية وتبرير عمليات الاستهداف الممنهج دعا النائب السابق حاكم الزامري لتطويق المدينة مطالبا القوات الحكومية بإجراء عمليات قتل واعتقال خلال تلك العمليات وتعد هذه الحملة هي الثانية من نوعها خلال أقل من شهر واحد والسابعة منذ مطلع العام الحالي ويتهم السكان ووجهاء قضاء الطارمية الميليشيات بتدبير مقتل الخزرجي بسبب تعاونه مع أهالي القضاء وليكون ذريعة لتهجيرهم على غرار ما حصل في منطقة جرف الصخر جنوبي بغداد القوات الأمنية لا تزال تفرد حظرا لتجول الشامل على قضاء الطارمية وشهدت المروحية العسكرية تحلق في سماء القضاء مع أصول تعزيزات عسكرية تزامنا مع شن حملة دهم واعتقالات واسعة ما يعانيه أهالي الطارمية من تهاكات جسيمة دفع بالنشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق حملة حملت وسم الطارمية أهلنا ردا على الأصوات والأقلام الطائفية التي تحرض على أهل الطارمية مسؤول في مجلس مدينة الطارمية المحلي قال إن الناس لا تعرف ما تفعل سوى التفكير في النزوح عن المدينة للعيش بكرامة وفقا لتعبيره استهداف الطارمية يندرج ضمن الحرب الطائفية التي تشنها الميليشيات على سكان مناطق حزام بغداد منذ عدة سنوات كما أنها محاولة مستمرة لدعم نموذج جرف الصغر على هذا الحزام لإفراغه من سكانه الأصليين بداية أن مشاهدين الكرام ورحب الضيوفي في هذه الحرقة وهم كل من العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والسراتيجية الرسام ينضم معي ضيفي في الستوديو أهلا بك سيادة العقيد الركن وأرحب أيضا بضيفي عبرة سكايف من عمان الأستاذ عبدالقادر أنهي الكاتب والمحلل السياسي العراقي أستاذ عبدالقادر مرحبا بك أهلا أستاذ عبدالقادر وأرحب بالأستاذ فراس الطائي الكاتب والصحفي العراقي انضم معنا من بغداد أستاذ فراس مرحبا بك مرحبا بك أهلا بكم ضيوفي الكرام أبدأ مع كاسية العقيد الركن حاتم الفلاحي طبعا قضاء أطار مية يستهدف الآن هناك الكثير من الأصوات تتعالى سواء من المسؤولين الحكوميين أو من قارة الأحزاب والميليشيات أو حتى من الصحفيين المحسوبين على الأحزاب وحتى من الكتاب ومن ضمنهم أحمد عبدالساد أحد القيادات الإعلامية في الحجد الشعبي يتحدثون بلهجة تصعيدية تحريضية ضد سكان أهالي أطارمية ويصفون جميع حزام بغداد أو جميع هذه المدن وخاصة جرف الصخرة والطارمية أنها الحزام الناسف الذي يلتف حول بغداد ولا بد من استئصاله وإفراغه من سكانه لماذا الآن في هذا التوقيت تتصاعد هذه الدعوات التحريضية؟ نعم بداية بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة وللظيوفك الكرام دعني أتكلم عن مدينة الطارمية كمدينة ما هي الأهمية استراتيجية لهذه المدينة؟ مدينة الطارمية تعتبر من المدن الواقعة في شمال بغداد بمسافة ما يقارب 20 كم هذه المدينة تكتسب أهمية استراتيجية كبيرة جدا نتيجة قربها أو موقعها الجغرافي القريب من بغداد إضافة إلى الطبيعة الجغرافية المعقدة التي تمتاس بها هذه المنطقة فهناك الكثير من البساتين البساتين الفواكه والنخيل وكثير من أحواض السمك في هذه المنطقة كما أنها قريبة من نهر دجلة إضافة إلى ذلك تنتشر فيها الكثير من الصناعات أو المنشآت الصناعية التي كانت في زمن التصنيع العسكري قبل عام 2003 وهناك فيها أيضا الكثير من المعسكرات العسكرية للقوات الحكومية في هذه المنطقة وبالتالي هذه المنطقة تقع على طريق دولي واضح المعالم يربط مدينة بغداد بسامرة وأعتقد بأنه هو سبب رئيسي في مسألة اهتمام الميليشيات بهذه المنطقة للسيطرة عليها باعتبار أن هذه المنطقة قريبة من بغداد وبالتالي تعتبر أو تشكل أهمية استراتيجية لهذه الميليشيات لماذا تستهدف مدينة الطارمية؟ أنا أعتقد بأنه الاستهداف الآن هو جزء من مسلسل طويل باستهداف حزام بغداد بدءا بمناطق جرف الصغر، أبو غريب، التاجية، الطارمية، المحمودية، اليوسفية كل هذه المناطق تعرضت في الفترة السابقة إلى تطهير ممنهج تطهير عرقي وعملية تغيير للتركيبة السكانية لهذه المناطق وبالتالي عندما نتكلم اليوم عن مدينة الطارمية نقول بأنه لماذا الحكومة الحالية لا تقوم بإرجاع مناطق جرف الصخر إرجاع النازحين إلى هذه المناطق حتى نقول بأنه ما يجري الآن في الطارمية هي عملية عسكرية لا تأخذ أبعاد طائفية المشكلة الأخرى عندما نرى حملة التحريض الطائفي والإعلامي تقوم بها شخصيات طائفية معروفة يعني عندما يتكلم قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب أو عندما يتكلم الغبان الذي كان وزير داخلية سابق وهو عضو في منظمة بدر أو عندما يتكلم باقر جبر الصولاق وهو أحد منتسبية المجلس الأعلى يعني جميع الشخصيات التي حرضت على الدخول إلى مناطق الطاربية بما فيهم أحمد عبد السادة هذا الرجل المحسوب على المكتب الإعلامي لميليشيات الحجد الشعبي أو أحمد العيبي أو غير من الشخصيات الأخرى المحسوبة على الحجد الشعبي نرى بأنها دعوات طائفية هم يريدون إخلاء هذه المنطقة من السكان يقول يجب أن تكون هذه المناطق منزوعة السكان وهناك دعوات الآن من قبل هذه القيادات بأنه يجب أن يعوضون هؤلاء بمساحات من الأرض في مناطق بعيدة عن مناطق بغداد ويجب أن تسلب من عدهم هذه المناطق يعني هناك سلسلة ممنهجة من عملية تغيير التركيبة الديمغرافية سواء الجغرافية أو سواء السكانية يعني قبل مدة جاءوا في مناطق المخيطة بمطار بغداد قالوا هناك استثمارات يجب أن تختخلي العشائر التي تغطن هذه المنطقة منذ مئات السنين أو عشرات السنين يجب أن تخلي هذه المنطقة هم يحاولون بكل السبل الآن أن يقوموا بعملية تغيير ديمغرافي وإجبار السكان من خلال التضييق نصب السيطرات الابتزاز الاعتقالات التعذيب التهجير الضغط بإطلاق التهديدات القيام بحرق البساتين حرق الفواكه ردم وطمر بحيرات السمك التي يختات عليها آلاف العوائل في هذه المنطقة يعني عملية ابتزاز وتصرفات استفزازية طائفية لإجبار أهالي هذه المناطق على ترك هذه المناطق والذهاب إلى مناطق أخرى إذن نحن نتكلم حقيقة عن سلسلة ممنهجة تقوم بها ميليشيات الحجد الشعبي مع صمت مطبق لحكومة بغداد مع صمت مطبق للسياسين الذين يحسبون على أهل السنة وهم يتفرجون على ما يجري في هذه المناطق سواء في المناطق السابقة في جرف الصخر ماذا فعلوا السياسين السنة يتفرجون لحد هذه اللحظة من عام 2014 هذه المناطق يسيطر عليها الحجد الشعبي وإلى حد هذه اللحظة لا الحكومة تستطيع أن تخرج الميليشيات ثم نأتي ونتكلم عن السيادة ونتكلم عن هيبة الدولة ونتكلم عن فرض القانون ونتكلم عن دستور أنا أعتقد أنه هناك إشكالية حقيقية وما يجري في الطارمية هو جزء من مسلسل طويل إذا كانت هذه الحكومة تقول بأن هناك تغيير في النهج يجب أن نرى هذا التغيير واقعا على الأرض أما أن تقوم هذه القوات بنفس الإجراءات التي اتبعتها القوات الأمنية والأجهزة الأمنية قبل عام 2014 والتي دعت جميع هذه المناطق لأن تنتفض على السياسات الطائفية للحكومات إذن نحن نحود إلى نفس الإجراءات ونفس المسلسل وأعتقد بأننا مقبلين على أزمات كثيرة على أشاكلة مدينة الطارمية أستاذ عبد القادر النايل الكاتب المحلل السياسي مرحم بك مرة أخرى هناك حملة تحريضية إعلامية سياسية تقوم بها زعامات سياسية وقيادات أيضا لقوة مسلحة وكذلك الجيوش الكترونية ومواقع يصفها البعض أنها منصات طائفية للتواصل الاجتماعي إلى أي مدى ترى أن هذه الحملات التحريضية ضد حزام بغداد هناك ست مناطق أو ستة أقضية تحيط ببغداد ليس آخرها ما تم استهدافه وهو الطارمية هناك أيضا التاجي مثلما تحدث سياسة العقيدة الركن حاتم الفلاحي هناك الرضوانية هناك الكثير من المناطق جرف الصخر وغيرها يعني لماذا منوجت نظرك؟ هل هي سياسات إيرانية تنفذ على أرض العراق؟ أسعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم الكرام وتحية لك وغيرك للأعزاء بات معلوما تماما أن عملية التغيير الديمغرافي في بغداد واضحة المعالم وأصبحت معلومة للشعب العراقي أن إيران تريد تهجير أهل السنة من بغداد في جميع مساكنهم وهم طبعا أصلاء لمدينة بغداد وسكان أصليين في هذه المدينة وبالتالي عملية مشروع إخراج السنة يعني واضح تماما من بغداد الذين يمثلون أكثر من 60 إلى 65% من سكان بغداد وهذه إحصائياتهم الدقيقة التي هم إلى هذه اللحظة لا يستطيعون تغييرها ولذلك ساروا على هذا النهج منذ 17 عاما ورأيتم تصريح صورات أن عملية إنهاء هذه الأراضي بدأ وقد نجحوا ويتفاخر بأنهم نجحوا في اللطيفية وفي أماكن أخرى من المشاهد وغيرها لذلك تأتي عملية الطاربية استكمال لهذا المدهج في عملية إخراج أهلها ولذلك رأيتم التزامن مع عملية الإغتيال والتصريحات طيب كانت هناك اغتيالات أخرى لماذا لم تتزامن هذه القضية بهذه التصريحات؟ الطائفية المقيتة التي قابلها أيضا رفض كبير لذلك عندما انطلقت حملة الطاربية أهلها حقيقة من البصرة إلى أردين إلى الأنبار لكل الشباب وكل الشعب العراقي اشترك ليؤكد على أن ما يدري في الطاربية وأهرجت الحكومة ولذلك اليوم زار الكاظم الطاربية من أجل مصر غضب الشعب الذي حقيقة وجدنا ابن الناصرية وبغدال وابن الأنبار يقفون موقفا واضحا وواحدا أمام ما يدري من عملية بعادة من منهجة الطائفية مرة ثانية في بغداد ويعلمون أن هذا المشروع مشروع إيراني قضية الطاربية لذلك هي تأتي في مسلسل قديم تريده إيران منذ 2003 تريد إدراج الطاربية إلى سامرة تسمى بالمحافظة المستقلة محافظة بالمقدسات لذلك هذا المشروع منذ 2003 مطلوح بهذه القضية ينفذ وإلا فإن الطاربية مطوقة منذ خمسة سنوات تحديدا واربواس السنوات لما قلنا من 2014 مطوقة تطويق كبير تماما من جميع الجهات فكيف تخل عملية الاستهداف وثانيا إلى هذه اللحظة حتى وزارة الدفاع أن تبين سبب الرئيسي لاغتيال اللواء في منطقة الطاربية أو في قضاء الطاربية إلى الآن لم يبينه عبر تشريح الجفة هل هو قتل بكاتم صوت؟ أم كما يبدعون أن الرصاصة من قناص؟ ثم السؤال الثاني يعني إذا كان قناصا كيف كان يعلم هذا القناص أنه في هذه السيارة المعينة من الهام يوجد فيها آمر اللواء؟ من أين أتت له المعلومة؟ هل كان هناك ضمن طريقه من يتصب المسلحين؟ إذن لماذا لم يكشف الاتصال؟ بالتالي عملية مباشرة دفنه من غير تحديد نوع السلاح لأنه هو المفروض ضابط وعسكري المفروض هناك الطبية العسكرية وسيادة العميد يعرفها تماماً أن هناك عملية تشريح للجثة العسكرية الإصابة تحدث في أين مكان الإصابة القاتلة أثنين سبب القلب للموت ثلاثة نوع الرصاصة هل سلاح خفيف؟ سلاح متوسط؟ سلاح كبير؟ سلاعته؟ هل هو روسي؟ هل هو أمريكي؟ هل هو إيراني؟ بالتالي تفاصيل كاملة تعلن عن مقترين لم تعلن لذلك مباشرة جرت عملية الاغتيال وخرجت الأصوات حقيقة طائفية المجرمة الماقمة على ذلك القضية كانت مبيتة بالدفطار مياه بطريقة واضحة تماماً الحملة الشعبية أهرجت الحكومة وكشفت الأوراق ولذلك هم يريدون تهديئة اللعب حالياً بعدما كانت هناك ضجة كبيرة بالإعلاميين والماشطين والقوارات الإعلامية ابقى معي لو سمحت سؤال بقادر سأعود إليك مرة أخرى أرحب بالأستاذ فراس الطائي الكاتب والصحفية العراقية انضم معنا من بغداد أستاذ فراس مرحباً بك عمليات اعتقالات عشوائية مدغمات متواصلة وممنهجة يصفها البعض بأنها مقصودة أستاذ فراس الطائي هناك حملات تحريضية كبيرة من قادتها الميليشيات وأيضاً من ماكينة الماكينة الإعلامية للحكومة يعني ما الذي يجري ما حقيقة ما يجري في أطار مياه أستاذ عملي الحكومة أتحدث أن العملية لأسفار والسهجير وتعليم الدمارات الماضية جارية على قدم النصار وهي الآن في عود قوتها الحكومة ومينشاتها تقلت أو غيرت منذ عشرة عام منذ عام ٢٠١٨ تقريباً ببدء الصحوات إلى الآن منذ ١١١ تقريباً ومينشاتها تقريباً ومينشاتها ومينشاتها ومن يؤثر عليهم إلى الآن الهيليشيات تقوم بالإعتقالات والجيش لا يحرك ساكنة أغاية العمليات تكون عمليات إعتقال وتغييب عمليات عيلية وتكون بحكم الجيش الذي ينشط بجمام الأمور ومداخل مداخل المناطق والقرى والأنيار أن المتثقة لا تكون على الأسماء تكون بجريعة المخبر السري وبجريعة التحقيق والتحقيق والاجتماع لكن المعظم المعتقدون لن يعودوا إلى هذه الزحبة القارنية فإنطقاء الأكبر الشفاء البغداد المنطقة خاصة بغداد بغداد الأمنية لا زال التعالي منذ ١١١ أو ١٣ آمن من أرحاب المنشات لكن الإعلام لن يطلق بها كما ينبغي لأن الإعلام أغلب الإعلام فيها مهات صيحة الحكومة ومنشاتها مما جعلت طريقة قضية في علام بعض القناوات كقناتكم الموقرة وبعض القناوات التي تحصل على أسن النوم الجماعة الآن وبعد عملية تطيئة المشروع التي حدثت مؤثرا وعلى دقاء من عملية تطيئة التي حدثت خارج الغضاء إن أن أهل الغضاء هم المعاقبون الذين طروا عليهم حضر التجوان ومنوعوا من التسوق ومنوعوا من المزاورة على أعمالهم يوم خاصة مع الطواق الحكومية حال طريق من خروج إلى مزارعهم ومن خروج إلى مزارعهم ومن خروج إلى مزارعهم ومن خروج إلى مزارعهم ومن خروج إلى مزارعهم ومساجدهم طبعا طريقة أدينة أشباعة اليوم صباحا كان كيد مصطفى كاموني رئيس مزارع العراقي في الطارمية تيجيارة رتوكولية يبدو أنها جاءت بعد ضرط بعض المواقب المرسلين على كلها جاءت إلى الطارمية وطمنا أهل القطاع لأنه لن تكون هناك طارمية جرفة الثانية ولن تكون هناك عمليات تهجير وعمليات تغير بمغراطية ممهجة ولن يكون هناك من هذا القبيل الطارمية من الآن تعاني من خمسة أيام أبقى معي أستاذ فراس أبقى معي أستاذ فراس لو سمحت سأعولي لي كامرة أخرى سيادة العقيدة ردود فعل الحكومة على ما يجري في الطارمية الآن كيف تقرأها يعني هناك تصريحات كثيرة من قادة في الحكومة قادة في الأحزاب وقادة الميليشيات يعني منهم حاكم الزامل يقول على القوات الحكومية أن لا تعود إلى من عملياتها في الطارمية دون قتل واعتقال ورئيس الحكومة يتحدث أنه ليس هناك عمليات تغيير ديمغرافي وعمليات اعتقال وقتل ويطمن أهالي الطارمية يعني كيف تنظر إلى هذا الأمر نعم هذه أنا أعتقد بأنه الأقوال يجب أن تنطبق على أرض الواقع على الواقع الذي يجري في هذه المناطق يعني بداية أنا أقول بأنه هذه الحملة التحريضية ألا يحاسب عليها القانون العراقي لماذا لا يساءل هؤلاء عن عملية التحريض الطائفي التي تجري ضد مناطق الطارمية يعني عندما يخرج المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة صحيح يا رسول ويقول بأن معركتنا مع الإرهاب هي معركة استخبارية إذن هناك خلل في الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية في عملية جمع المعلومات الصحيحة يعني عندما تقوم بعملية تطويق هذه المدن تطوق المداخل والمخارج وتمنع الحركة في الداخل ثم تقوم بعملية تجريف لكثير من البساتين للنخيل والفواكه ثم تقوم بعملية طمر لكثير من بحيرات الأسماك ثم تقوم بحملة اعتقالات تعسفية على معلومات وبتهم كاذبة وكيدية ثم بعد ذلك تقول لا يوجد عملية تغيير ديمغرافي يعني كيف يمكن لنا أن نصدق هذه الكلمات يعني أضف إلى هذا بأنه ما يجري في مدينة الطارمية سبق وأن جرى في مناطق أخرى فلذلك عندما نتكلم نحن من واقع مرير يعني هذه المدينة انطلقت فيها في الفترة الماضية العشرات من العمليات العسكرية لغرض فرض الأمن والاستقرار يعني في عام 2017 كانت عملية السيد الجارف ثم بعد ذلك عملية إرادة النصر ثم بعد ذلك عملية أبطال العراق والعمليات مستمرة على هذه المناطق وكل من يأتي يعني في الفترة الماضية تم طمر ما يقارب أكثر من نصف بحيرات الأسماك التي تصل إلى أكثر من ألفين بحيرة في هذه المناطق والتي تعتاش عليها الكثير من العوائل في هذه المناطق طيب عندما تدخل إلى المناطق الزراعية وتقوم بتجريف الكثير من هذه المناطق هذا عملية تخريب عملية استفزاز لهؤلاء السكان ثم نأتي ونقول لأنه لا يوجد هناك تغيير ديمغرافي هذا الكلام لا ينطبق على أرض الواقع كما أنه ما يجري الآن من حكومة الكاظمي حكومة الكاظمي الآن تسير على نفس الخطوات للحكومات السابقة في هذه المناطق والدليل على هذا أن عندما تقول المعركة استخباراتية إذن يجب أن تذهب لجمع المعلومات والأدلة وأن تقوم بعمليات محددة يعني لأن عندما تأتي وتسيطر على عدد من المساجد في المنطقة مثل مسجد اليقين ومسجد الرسول في منطقة العبايشي والمصلحية هذا عملية استفزاز هذا عملية دعوة طائفية لإثارة معارات طائفية في المنطقة وبالتالي حقيقة هذه المناطق الآن تقع ما بين المطرقة والسندان ما بين العمليات التي يقوم بها تنظيم الدولة وما بين العمليات التي تقوم بها الميليشيات وكل له أهدافه وكل له أجندته في المنطقة أنا أعتقد بأنه ما يجري هو جزء من مخطط كبير تدعو إليه إيران عملية تفكيك حزام بغداد باعتبار أن هذا الحزام هو حزام تسيطر عليه العشاء السنية وبالتالي يجب أن يفكك هذه الحزام بشتى الطرق لذلك هناك من يأتي لإجبار السكان بطريقة أو بيخرى على بيع هذه الأراضي وهناك من يأتي من خلال التضييق ومن خلال التهديد ومن خلال إجبارهم على الخروج من هذه المناطق ومن يأتي بمساءل الاستثمار ومن يأتي الآن بدعوة يقول يجب أن تكون هذه المناطق منطقة خالية من السكان هذه الدواءة الأيستطائفية هذه؟ طيب إذا هذه لا تحاسب عليها الحكومة على ماذا تحاسب الحكومة؟ يعني هذه الأقوال التي يطلق هنا السياسيين لا قيمة لها نحن نريد أقوال على الأرض تنفذ أنت تأتي إلى منطقة طوق هذه المنطقة وفتش تفتيش اعتيادي بحضور الأجهزة الأمنية وبحضور ممثلين من هذه المناطق ممثلين عشائريين طيب لماذا لا يتم تشكيل قوة من هذه المنطقة لحفظ المنطقة على قرار المناطق الأخرى المتواجدة فيها؟ لماذا ترفض الحكومة هذه الدعوات؟ لماذا تأتي هذه الميليشيات لكي تسيطر على هذه المناطق؟ أنا أعتقد بأنه هناك إشكالية كبيرة جداً ما بين ما تعلنه الحكومة وأجهزة الأمنية وما بين من يطبق على الأرض الجميع يعرف بأنه من يسيطر على الأرض هو ليست الأجهزة الحكومية كالجيش وبقية الأجهزة وإنما من يسيطر على زمام الأمور هذه الميليشيات التابعة لإيران التي تنفذ مخطط ليس في مناطق بغداد فقط وإنما في مناطق كثيرة من العراق لإجراء تغيير ديمغرافي واضح المعالم سواء كان في مدينة بغداد لأنها تعتبر هذا الحزام هو مهدد للنظام السياسي الحاكم في العراق وهناك توصية إيرانية بأنه يجب تفكيك هذا الحزام أستاذ عبد القادر كيف تنظر إلى هذه الإشكالية التي موضوعها أن هناك تناقض فيما يجري على الأرض وما بين التصريحات الحكومية عندما يتحدث رئيس الحكومة عن أنه لا توجد هناك عمليات تغيير ديمغرافي ولا عمليات اعتقال في حين أن القادة الميليشيات والتحريض الطائفي إعلاميا واضح وبشكل علني يعني من المؤكد تماما تندرج هذه التصريحات للحكومية ومن ذر الرمات في العيون هناك طبعا بالتأكيد كان هناك أيضا ضغطا دوليا بالسؤال على ما يجري في الطاربية والماذا مصطفى الكاظمي يسمح للميليشيات بإطلاق عمليات عسكرية لم يعلنها هو وبالتالي أحرجه أيضا عربيا ودوليا حتى نكون واضحين قضية الطاربية اليوم قضية يعني فتحت كثير من الملفات على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي وبالتالي الكاظمي محرج أمام تلك القوى الرئيسية الدولية ويريد دعمها لاستمرار حقومته فتأتي تصريحاته الخجولة هو لذر الرمات في العيون أنه ليس هناك تغييرا ديمقراطيا طيب الاعتقالات الموجودة وعملية التصريحات لماذا لم يعتقل الكاظمي مطلقي ومروجي عملية نزع سكان الطارمي على غرار جرف الصفر وهم يعلون لها حلانية أليس هذا يندرج ضمن التطهير العرقي وكذل حتى قوانين مكافعة الإرهاب سيئة الصيف الذين يعملون فيها وفي جهاز الإرهاب لماذا لم يتطلق بضع عليهم لو كان العكس من أهل الأنبار أو من أهل الطارمية أو من الموصل أطلق أن قال أن على مدينة الصدر ينبغي أن تكون منزوعة السلاء منزوعة السكان لحيل إخراج جثث المغدورين من حزام بغداد في بحيرة كسرة وعطش أليس هذا كافيا لاعتقالها وإعدامه هذا حقيقة التمايز في عملية التعاون فيما بينهم بين الدور السياسي والدور الواقع على الأرض يؤكد تماما أن العملية كبيرة وأنهم مستمرون في عملية التطهير العرقي وهذه التصريحات ليست متناقضة بالمطلق هذه التصريحات ضمن تبادل الأدوار المتفق عليها لأن ما يهمه استمرار العمل الميداني للميليشيات ومشروعهم الطائفي المقيف من استهداف هذه المناطق واستهداف المواطنين الأصليين العراقيين سواء في بغداد والمحاملات لكن بغداد يقع عليها التغيير الأكبر بهكذا طريقا لذلك العراقيين يوم شعبيا وأصبح واضحا لديهم بدليل أنهم أيضا تأذوا في مناطق أخرى مما يدير في الميليشيات لكن واقعيا أن الغطاء السياسي لا زال مستمرا وإلا في السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تم اغتيال هذا النواء الذي قبل شهر كشف الصواريخ المعدة من عصائل أهل الحق لقيادة غيسة بغد علي إلى مطار بغداد لماذا هو تحديدا تم اغتياله سهانيا لماذا إذا كان لم يكن هناك تطهيرا طائفيا لماذا لم يسحب الكاظم اليوم ميليشيات الحشر من العصائب والجباء وحظة الله من الطارنية وحتى الجيش المختلف عليه والذي هو قوليته وليست حقيقية لكن أقل تقدير هو يعلن انسحاب هذه الميليشيات من الطارنية لماذا أبقاها وبالتالي استخدمت الميليشيات أيضا تعزيزات وقدرات حسكرية داخل هذا القضاء هل هو أعلن ذلك والمتأكد هو مقادر العام وقوات المسلحة كما يصلنا في الآن لذلك حقيقة هؤلاء يريدون تغرير المجتمع الدولي تغرير الإعلام حتى يتم حقيقة ذبح الطارنية من الوريد إلى الوريد عبر الخفاء وعبر الليل لأنهم غادرون بهذه الطريقة شكرا لك أستاذ فراس الطائعي عسكرة المجتمع من الداخل يعني تخويف المجتمع العراقي تخويف طائفة من طائفية تخويف فرقة من فرقة أو قومية من قومية وهذا الأمر هو منذ عام 2003 وحتى الآن هو أسلوب متبع من قبل من يحكم في العراق هناك الأهالي في ظل هذا الضغط المتواصل من عمليات الاعتقالات وعمليات الدهم المتواصل في قضاء الطارمية كيف تكون أو كانت ردود أفعال الأهالي هل هم مضطرون إلى النزوح من هذه المناطق حتى يحفظوا كرامتهم مثلما تحدث الكثير من شهود العيان على هذه العمليات بعض الأهالي فكروا بالمزوح لكن الطرق مزودة مغنغة أمامهم الكثير من العوائل في الأشهر السابقة الماضية الثلاثة وأربعة شهر الماضية انتقلت إلى شمال العراق وإلى بغباد استجرت بيوت في بغباد بالخلاص من الوضع الغير آمن في الطارمية وعدم احترام القوات الأمنية لأهالي القضاء في مدرس طائفية واضحة الحملة التي تواجهها طارمية هي حملة تنمع عن أقبة مغف لدى الطرف المقابل وعن الدونية وعن الحسد والغل هو موضوع حسد وغل من أهالي القضاء أهالي القضاء يعانون منذ خمسة أو ثلاثة عشر عاما من حرب نفسية أما الآن أصبحت هي حرب موجودية حرب موجودية يريدون أن يستنسخوا تجربة جرفة الصخر في طارمية لكن هناك الفرق شاسع طارمية مدينة تحتوي على ثلاثة نواحي ومركز قضاء أربعمائة ألف نسمة جرفة الصخر مع اعتزازنا بأهلنا هناك جرفة الصخر لا يتجاوز تقانوها خمسة سبعون ألف منطقة في طارمية منطقة تربط أربع محافظات زعضها محافظة بغلال صلاح الدين والعنبار بديانا هي منطقة وسط ومنطقة جغرافية كما قال ضيفكم في السيديو الأهالي يفكرون غالبا بأنهم أغلب الأهالي لن يخضر الطارمية ولن يخضروا منازلهم وضيوتهم ولن يخرجوا إلا على جثتهم الأهالي معتزون بأراضيهم الزراعية وذساتينهم وبحقولهم وبواشيهم رغم الإرهاب الذي تمارسه الميليشيات الحكومة التي تمسك بزمام المور هنا عم الجيش فهو مجرد واجهة ومجرد يمسك بأطراف ومداخل المناطق ميليشيات العصاب وميليشيات حزب الله وكثائد رساليو وكثائد المجباهي من تبتز المواطنين وتبتز أصحاب الشركات وأصحاب البخيرات وأصحاب المعامل معامل الأعلاف وغيرها الحرب نفسية والحرب اقتصادية والحرب أصبحت الآن حرب وجود حرب أما بقاء في القضاء وأما تهجير طسري ومصادرة أمناك وأراضي الناس هناك أغلب الناس يقومون هذه الحملة الآن ويواجهون الحملة من 13 عاما وبإذن الله لي يخرجوا إلا على جتفهم كما يقولون نعم أستاذ فراس ابقى معي أستاذ فراس في هذه النقطة هناك حرب نفسية كبيرة هناك حرب اقتصادية عدة إلى حرب وجودية يعني هم يريدون أن يمحون سكان أهالي الطارمية من الخارطة ترى يعني هناك من يسأل ما هي المصلحة الإيرانية إذا كانت المصلحة إقليمية أو مصلحة إيرانية ماذا تستفيد إيران من عملية تنفيذ مشروع التغيير الديمغرافي وإفراغ سكان أقضية حزان بغداد نعم بداية دعني أقول بأنه منطقة الطارمية تعتبر سلة غذائية لمدينة بغداد هذه المنطقة منطقة زراعية بامتياز يعني قريبة من النهر وفيها كثير من البساتين وما إلى ذلك في الفترة الماضية الكثير من الإجراءات الحكومية التي تخذت لطمر كثير من البحيرات بسبب أنه بأن هناك أفراد يعني لا تتجاوز أعدادهم يعني اليد الواحدة يعني أصابع اليد الواحدة لديهم يقولون بأن لديهم ارتباطات في بعض الإرهابيين طيب هل يجوز لك أن تقطع يعني يعني رزق ما يقارب أكثر من خمسة آلاف عائلة سنية في هذه المنطقة لأن هناك شخصين أو ثلاثة أو عشرة لديهم ارتباطات مع الإرهاب هذه إشكالية كبيرة جدا طيب أنت عندما تقوم بهذه الإجراءات ما هي البداء التي يجب أن توفرها لهذه المناطق يعني الآن من السهل على أي منطقة تريد أن تدخلها الميليشيات بأنه يقولون هناك خلايا نائمة ولكن عندما نأتي إلى المنطقة نرى بأن الأجهزة الأمنية والعسكرية تسيطر سيطرة كاملة على هذه المنطقة بداخل السيطرات بأيديهم هناك سيطرات متنقلة في كثير من المناطق بأيديهم هناك ميليشيات تنتشر بشكل كبير جدا على هذه المنطقة ثم عندما يكون هناك خلل أمني يحاسب المواطن لأنه كان هناك خلل في منطقة معينة هناك إشكالية التصريحات يقول بأن هناك تواطع ما بين السكان وما بين الإرهاب هذه إشكالية كبيرة جدا يعني عندما تتهم منطقة كاملة بالتواطع مع الإرهاب إذن لديك لديك نوايا أخرى يعني ليس مسألة مواجهة الإرهابيين وما إلى ذلك من كلام الذي يمكن أن يسوق في هذه الفترة أضف إلى هذا بأنه عندما نتكلم عن الإجراءات التي تتخذها القوات الحكومية في مناطق الطاربية أو في مناطق كثيرة أخرى نجد بأن هناك ازدواجية في المعايير في التعامل مع هذه المناطق بقارنة بمناطق أخرى يعني أنت تأتي إلى منطقة بتهم كيدية وكاذبة وغير صحيحة تقوم باعتقال العشرات من الشباب ثم أنت تمسك خلايا معها صواريخ كات يوشو وتقوم بإطلاق صراحهم ثم بعد ذلك تتكلم لي عن العدالة وتتكلم لي عن القانون وعن هيبة الدولة هناك إشكالية حقيقية بأنه من يدير الدولة وما هي الأجنة التي تنفذ طبعا إيران عندما تريد أن تقوم بعملية إجراء التغيير الديموغرافي في هذه المناطق لأنها ترى بأن هذه المناطق طالما إنها هي التي تسيطر على مداخل ومخارج بغداد إذن بالتالي يمكن أن تهدد النظام السياسي الحاكم في العراق وبالتالي يجب أن يفكك هذا الحزام بشدة الطرق كما أضف إلى هذا بأنه منطقة الطالمية تقع على طريق بغداد سامراء وبالتالي هناك مراقد عسكرية يجب تأمينها إذن هناك مصلحة إيرانية في مسألة تأمين هذا الطريق الذي يربط ما بين بغداد وما بين مدينة سامراء حتى وإن كان على حساب هذه المناطق يعني عندما تكون الدعوة بإخلاء المنطقة من السكان إذن نحن سنكون على اعتاب مرحلة جديدة بأن هناك مدن كثيرة إذا تم أطلاق هذه التصريحات من قبلها هذه الشخصيات يجب أن تفرغ لأنهم يريدون إخلاء المنطقة فغدا هذا قانون يسري على مناطق في أبو غريب ويسري على مناطق في الفلوجة واحتمال في مناطق في ديالة ومناطق باتجاه سامراء هذه إشكالية حقيقية يعني الدولة أنا أريد أن أعرف القضاء ماذا يفعل الذي تمسكون معه صواريخ كاتيوشا لا يحاسب الذي لديه ارتباطات بأجلدة خارجية وهو تبع لإيران لا يحاسب وتلقى عليه التهم الكيبية ثم يقومون باعتقاله وإخفائه ولا نعرف مصيرهم لحد هذه اللحظة هذه إشكالية ثم يأتي يقول لك نحن نتعامل بحيادية ولا توجد عملية تطهير عرقي ولا يوجد عملية تغيير سكاني لهذه المناطق هذه الأقوال لا تنطلق على أرض الواقع يعني هناك حقيقة واقعة على أرض الواقع يجب أن تنتبه إليها الحكومة خصوصاً وأنها تقول بأن هذه الحكومة تريد أن تختلف عن الحكومات السابقة ولكنني أرى بأن هذه الحكومة هي شريكة في جميع الجرائم التي ترتكب الآن سواء كانت في مناطق الطارمية أو في مناطق أخرى لأنها تسير على نفس النهج الذي سارت عليه الحكومات السابقة وهي تقوم حقيقة بالتواطع مع هذه الميليشيات لإجتكاب مثل هذه الجرائم يعني عندما يتكلم الأخ الزميل من بغداد ويقول بأنها حرب اقتصادية نعم حرب اقتصادية حقيقية عندما تقوم أنت بتجريف هذه المعاصير الزراعية التي يتعب عليها الفلاح لسنة كاملة ثم تأتي بتجريفها بهذه السهولة وتقوم بتجريف البساتين وطمر حقول السمك وما إلى ذلك إذن هناك أشكالية حقيقية كيف تعيش هذه المناطق أنت تريد تهجيرهم بالقصر أو بالابتزاز أو بالتضييق أو بالتعذيب أو بهذه الممارسات الطائفية وثم يأتي يقول لك لا توجد ممارسات طائفية ثم يقومون بالزيارة هذه الزيارة لا قيمة لها أنا لا أريد زيارات أنا أريد بأنه تعاملون هذه المناطق كما تعاملون بقية المناطق الأخرى بالأمس كان شجار ما بين عشيرتين في مناطق أخرى قتلى وجرح ما بين الطرفين والحكومة والجهزة الهنية وقفة تتبرج عليهم لا أحد يتدخل في هذه القضية والمناطق التي تجلس في مناطقها وتقوم عمليات ما بين الإرهام وما بين القوات الحكومية يحاسب عليها المدنيين تبعون ذريبتها في مناطق الطارمية وفي مناطق أخرى هذه إشكالية حقيقية وإزدواجية في التعامل ما بين القوات الحكومية وما بين هذه المناطق السيد عبدالقادر نتسأل عن العامل الأمريكي هل يغيبوا عن هذه الأحداث؟ بالتأكيد بالتأكيد البلاد المتحدة الأمريكية تشاهد هذه الأحداث وهي بصراحة أقولها تستخدم تشزمة الحشد والميليشيات كتشزمة في الانتقام من هذه المناطق التي قاومتها بذلك المشروع لا زال متفق عليه إيرانيا أمريكيا في عملية تدمير العراق وبالتالي لا يؤبه في كتب عملية التعامل مع السلطات الحكومية في قتل الناس أو القتل خارج القانون أو التمهير العرقي والطائف وهي جريم عبادة جماعية هم لا زالوا إلى هذه اللحظة مقتنعون أن العراق يستطيع النفوق بذلك ينبغي الاستمرار في عملية تدميري لذلك مشروع تدمير العراق مستمر وهذا المشروع إلى هذه اللحظة في كل انفاء الملفات تختلف المولادة المستحدة مع إيران ربما على التنفوق على طريقة التعامل إلا في العراق فإنهم لا زالوا متفقون لأن الأصل هو الإتخام في تدمير العراق لذلك حقيقة الولايات المتحدة متواطئة ترامن مع هذه الملفات وإلى هذه اللحظة هي داعمة للحشب والميليشيات وتعتبر الميليشيات يعني جزمتها التي تطع فيها الأراضي وإلا كيف لي أن تفسر من يحمي قاعدة عين الأسد ومن ينتشر في صحراء الأنباء هي ميليشيات الحج الشعبي منتشرة من الرطبة إلى أن تصل إلى حدود بل حتى داخل مينوى إلى القائم إلى البعاج كل هذه المناطق عشرات الآلاف من الميليشيات فبالتالي لو كانت الولايات المتحدة تخشى على نفسها وقواعدها من هذه الميليشيات لم استخدمتها وأملت هذه المناطق بل بالعكس هي تحاول حتى إيران تحاول من خلال هذه الورقة إرضاء الولايات المتحدة حتى يتم استخدامها في عملية الإنعان في تدمير العراق على هذا الأساس فهن الولايات المتحدة متواطئة بالكامل مع الملفات والانتهاكات الحقوقية التي تجري على المستوى الشعفي على المستوى الطائفي على المستوى الإنساني في العراق بالمجمله وهي لا تسمع حتى أن يتدخل الأطراف الدولية أو دول أخرى بالشأن العراقي لأن الولايات المتحدة تعتبر العراق هو الأساس لها وبالتالي كل ما يحدث في العراق هي تتحمل مسؤولية لأن العملية السياسية هو بيت أمريكا في العراق لذلك هي تحميه وهي من تقرر المواقع والمناصر وهي من تقرر الأطراف التي يمكن أن تحمل السلاح ويمكن غيرها لا تحمل السلاح نعم أستاذ فراس الطائلة أي مدى تتفق مع أن الولايات المتحدة هي متواطئة مع ما ترتكبه الميليشيات في العراق من انتهاكات ومن عمليات اعتقال وتهجير في مناطق حزان بغداد البلاد المتحدة هي شاهد زور منذ عام 2004 و2005 منذ تشكيل الميليشيات والطارية تتعرض إلى حملاة إضاعدة جمعية وحملاة قتل وحملاة تهجير على يد القوات الحكومية التي كانت تسمى الحرص الوطني وعلى يد الميليشيات الحكومية القوات الأمريكية يعني غير مهتمة بأحد الطارية لأن الطارية كانت معقل المقاوة العراق يعني ذات فهي تقس على تل ممتنظر إلى النتائج التي ممكن أن تحصل وتكون الطارية شبيهة بجرس الصخر اتفق جدا مع ضيفكم الكريم الذي يقول أن الأمريكان على علم وعلى دراية وهم مهتمون بهجوم الميليشيات على الطارية لأن الميليشيات حجلت على الطارية أكثر من مرة بوجود الأمريكان وخطفت قتلت منهم الكثير بوجود الأمريكان ولم يحرك الأمريكان ساكنا لأنهم بالنهاية الهدف واحد بالنهاية الهدف واحد هو القضاء على أبناء طارنية وإنهاك هذه المدينة وتغيب شبابها وقهرها وهذه النتيجة هي نتيجة سماح الميليشيات سماح قوات الأمريكية للميليشيات بالسيطرة على القرار الأمني في البلاد شكرا لك أستاذ فراس بالعودة إليك السيادة العقيدة لك الحاتم الفلاحي بالتأكيد لهذه العمليات تأثيرات وانعكاسات على المجتمع العراقي الذي يمتاز بصفة العشائرية وكل مناطق حزان بغداد هي طبعا مكونة من عشائر كيف تنظر إلى انعكاسات وتأثيرات عمليات الاعتقالات المستمرة والمدهامات وعمليات النزوح القسري وإجبار أهالي وسكان مناطق حزان بغداد الأصليين على مغادرتها نعم بداية دعني أقول لماذا لا يجري في المناطق التي يتم إطلاق منها الصواريخ باتجاه السفارة الأمريكية والقوات الأمريكية في معسكرات الحكومية مثل ما يجري في هذه المناطق الآهلة بالسكان الآن لماذا هذه يصمتون عنها ولماذا تكون فيها هذه الحملات التي يروج لها إعلاميا بهذه الكثرة أما مسألة الانتهاكات والأمريكان فأعتقد بأن الأمريكان كانت تنفذ أمامهم الانتهاكات في حمام العليل حسب صحيفة ديرشبيغل أثناء استعادة مدينة الموصل وكانوا لا يتكلمون شيء على هذه الانتهاكات إذن هم شركاء في هذه الجريمة التي تجري وشركاء في كثير من الجرأة التي حصلت في الفترة الماضية أما بالنسبة لتداعيات هذه العمليات أنا أعتقد بأنها ستزيد من الشرخ المجتمعي بشكل كبير جدا وستحدث فجوة كبيرة جدا ما بين السكان المحليين وما بين الأجهزة الأمنية وهذا أيضا سيسبب إشكال كبير جدا في أنها ستؤسس لمنطقة غير آمنة وغير مستقرة حقيقة وهذا ما تريده القوى السياسية والميليشيات المسلحة هم يريدون لهذه المنطقة أن تبقى غير آمنة غير مستقرة لكي تستهدف باستمرار إلى أن تصل الكثير من العوائل إلى قناعة بأن البقاء في هذه المنطقة قد يهدد حياتهم بالخطر فيجب أن يتركوا هذه المناطق وأن يذهبوا إلى مناطق أكثر أمنا لهم في الفترة القادمة وبهذا تجري عملية التغيير الديمغرافي سواء بصورة سلسة بالنسبة لهم ومن مخطط يجري لهذا الغرض إذا كانت الحكومة جادة في هذه المسألة فأولا هؤلاء الشباب الذين تم اغتيادهم أو تم اعتقالهم خلال هذه الفترة يجب أن يطلق صراحهم بشكل كامل المسألة الأخرى يجب أن يكون هناك تعاون ما بين الشخصيات المهمة العشائرية في هذه المناطق وأن تمسك بقوة من قبل هذه المناطق وأن لا يتم استهداف المناطق من خلال خلال أمن يتحمله شخص أو شخصين في منطقة معينة ويجب أن لا يعاقب الكل بعقوبات جماعية كما يجري الآن بإغلاق المداخل والمخارج ومنع الحركة في الداخل والقيام بالتجريف وما إلى ذلك من أمور لأن هذه الممارسات ستعود بأزمات سلبية على الحكومة لأنها سياسات طائفية لن تؤدي إلى استقرار البلد والسيطرة على هذه المناطق بل على العكس أنا أعتقد بأن هذه الممارسات ستزيد بشكل كبير جدا من عدم الاستقرار وتؤسس لفترة قادمة قد تكون أشد على الحكومة من هذه الفترة التي تمر بها بالنسبة لزيادة العمليات وما إلى ذلك من أمور يعني تتوقع أن تستمر عمليات الاعتقالات تستمر عمليات الممنهجة لتكثيف النزوح وعمليات النزوح خارج حزام بغداد أكيد طالما أنه القرار السياسي مصادر والقرار الأمني مصادر من قبل الميليشيات هي من تتحكم في المشهد وهي من تقود الأمور أنا أعتقد بأن هذه القضايا ستستمر وستتنقل من منطقة إلى أخرى حسب المخطط الذي ترمي إليه هذه الميليشيات والدليل على هذا بأن الحكومة عجزت لحد هذه اللحظة عن إرجاء النازحين سواء في جرف الصخار أو سواء في مناطق يثرب أو في مناطق كثيرة من أديالة أو في مناطق حتى في الموصل الآن يعني عندك لواء شبك 30 يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي بالقوة بقوة السلاح ويفرض هذه المنطقة الكاملة على مناطق كثيرة هناك إشكالية حقيقة في كيفية تعامل الدولة مع هذه الملفات الساخنة وإذا كانت الحكومة جادة في التعامل مع هذه الملفات فأنا أعتقد بأنه يجب أن تكون هناك تطبيقات واقعية على الأرض طيب أستاذ عبدالقادر أخيرا لماذا يصمت المجتمع الدولي عن كل ما يجري من انتهاكات ضد السكان في العراق وتشير وسائل الإعلام دائما إلى إذا ارتكبت الميليشيات أي انتهاك ضد السفارة الأمريكية أو قامت بعمليات قصف للسفارة الأمريكية أو انطلقت صواريخ من جهات مجهولة استهدفت هذه السفارة تقوم الدنيا ولا تقعد لأن المجتمع الدولي محكوم بالولايات المتحدة الأمريكية التي لا تسمح بالتدخل في هذه الملفات وهم يعلمون تماما أن أصل المشروع هو تدهير العراق لذلك هم يتفقون على أمن إسرائيل مقابل تدهير العراق وما يحدث الآن هو عمليات تدهير ممنهجة للشعب العراقي حتى إذا ما أصبحت هناك أرحاصات دولية ربما تضطر الولايات المتحدة للإنسحاب من العراق تضطر إلى انهيار النظام الإيراني كل حقيقة سيبقى العراق ربما عقول من الزمن شعبه حتى يعود بلدا قويا وبالتالي هذه الفترة الطويلة هم يريدونها لذلك المجتمع الدولي أيضا متواطع ويمارس النفاق السياسي بطريقة واضحة ويعلم تماما أن دعم النظام الإيراني خلال الفترة الماضية والحالية هو لمشروع تقسيم المنطقة على أسر الطائفية لذلك يجد عملية الاستمرار في هكذا الانتهاكات والصمت والتواطع معها بطريقة واضحة وإلا فإن الدنيا تقوم ولا تقعد على مثلا اغتيال شخص أو عملية دهس في أوروبا واليوم نتكلم عن تطهير عرق طائفي وهو هم من قالوا أنها في القانون الدولي وفي المجلس المدولي هي أحد أركان جريمة الحرب الإبادة الجماعية على مستوى الله وقتمعنا شكرا لك سيد عبدالقادر أستاذ فراس أخيرا يعني عمليات النزوح في العراق يعني من وجهة نظرك الآن ما هي الحلول من أجل وضع حد لهذه العمليات والله يجب على الحكومة محاسبة الميليشيات التي تسيطر على المناطق مناطق التي كانت رعاني ونازلت من هجرة أهلها منها وخروجهم قصريا كجرس الصخر وكما تفضل ضيفكم أهالي منطقة الحمدانية أو سهل مينوى مناطق جرس الصخر وأطرافها ومناطق التي تقع إلى جنوب من صلاح الدين مناطق يترب ومناطق العجلية ومناطق أي دراغون التي تقع قرب جسر السيدية مناطق التي تسيطر عليها عليها عصائد أحل الحق طبعا على رئيس المزراء يتدخل للضغط على المنشيات التي تسيطر على هذه المناطق لرجع أهلها إليها وإستباب الأمن إذا أراد رئيس المزراء مطفى الكارمي إنهاء حالة العنف وحالة اللادولة الموجودة عليها الضغط على المنشيات التي تنضوي تحت الحجب الشعبي وهو رئيس المزراء والقائد العام وقوات المسلحة عليها الضغط على هذه المنشيات التي تشكلت بالفتوى 2014 نشكرك شكرا جزيلا أستاذ فراس في أقل من دقيقة سيادة العقيد لكم مؤسسة أمريكية الكارمي تقول أنه عاجز عن الضغط على الميليشيات فيما تحدث الأستاذ عبدالقادر النايل أن الكارمي هو متواطع مع هذه الميليشيات وكذلك كسلسلة متواصلة من الولايات المتحدة الأمريكية والحكومات المتعاقبة وجاء ليكملها رئيس الحكومة الحالي الآن الحلول أمام الخلاص من عمليات التهجير والاعتقال وعمليات النزوح العملية السياسية لم تقدم شيئا للعراق سوى هذا الخراب والدمار ما هي الحلول من وجهة نظرك؟ نعم بداية دعني أقول طالما قبل الكاظمي بأن يكون رئيسا للوزراء فهو يتحمل المسؤولية عن كل ما يجري الآن في العراق وبالتالي هو غير قادر على فرض السيطرة في مدينة بغداد فكيف له أن يقوم بفرض السيطرة على منافذ حدودية وما إلى ذلك؟ أنا أعتقد بأنها ضجة إحلامية كبيرة لا قيمة لها ولكني أود أن أقول بأنه لا حلول الآن طالما أن القرار السياسي مصادر والقرار الأمني غير مفعل بشكل كبير جدا كما أقول بأنه ما يجري يتحمله السياسيين السنة الذين دخلوا لجلب المصلحة ودفع المفسدة لا هم جلبوا مصالح لمناطق أهل السنة ولا دفعوا أي مفسدة عنهم وبالتالي كانوا أداة طيعة بيد الكثير من الجهات التابعة لإيران لتنفيذ أجندة في كثير من مناطق أهل السنة فهم يتحملون المسؤولية الكاملة عما يجري في مناطق أهل السنة وهم سبب رئيسي فيما يجري في هذه المناطق من انتهاكات ويجب أن يحاسبوا كما يحاسب الطائفيين من القوى المسلحة ومن السياسيين الطائفيين من الجهات الأخرى التي تدفع باتجاه التحريض الطائفي لأنهم وقفوا يتفرجون على كيفية مداهمة هذه المناطق واستباحتها ومستباحت مقدساتهم دون أن يحركوا ساكنا سواء كان مع الحكومة أو حتى مع الأجهزة الأمنية التي تسيطر على هذه المناطق لذلك أنا أقول بأنه لا حلول موجودة حاليا في هذه المناطق حقيقة وهذا التصعيد وهذا ما يجري الآن من عملية تغيير المرافي وتغيير سكان في هذه المناطق تتحمله حكومة الكاظم بشكل كامل وتتحمله الجهات السياسية الدافع لهذا التحريض الطائفي على هذه المناطق في ختام هذه الحلقة أشكر سيادة العقيد ركن حاتم الفلاحي باحث بوحدة الدراسات السياسية والسراتيجية راسام شكرا جزيلا لك وشكرا جزيلا لك أستاذ عبدالقادر النايل الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من عمان عبراسكاي شكرا لك وأشكرك شكرا جزيلا لأستاذ فراس الطائي الكاتب والصحفي العراقي كنت معنا من بغداد عبرا الهاتي في الختام مشاهدين الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة